شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الختامية لأعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت هذا اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في قصر الدرعية وفي بداية الجلسة تل الأمين العام لمجلس التعاون معالي دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي كما ألقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كلمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يطيب لنا في ختام مشاركتنا مع أخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى أن نعبر عن خالص الشكر لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود عهل المملكة العربية السعودية وحكومته الموقرة والشعب السعودي الشقيق على ما لقيناه من كرم الضيافة وبالق الحفاوة التي تعكس المشاعر الأخوية الصادقة وتجسد متانة الروابط بين دول المجلس وشعوبها وأن نعرب كذلك عن بالق تقديرنا للإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمة والتي كان لها أطيب الأثر فيما خرجنا به من قرارات نوعية وما توصلنا إليه من نتائج إيجابية تصب في صالح تطوير مسيرتنا الخليجية المباركة والارتقاء بعلاقاتنا الأخوية وتعزيز مصالحنا المشتركة الأخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو بإسمنا وبإسم شعب مملكة البحرين نتشرف بدعوتكم لعقد الدورة المقبلة لمجلسنا الأعلى في بلدكم البحرين لنواصل معا بحثنا الجاد في كافة المتقيرات التي تهم مجتمعاتنا والمحققة لآمال وتطلعات شعوبنا لمستقبلا أكثر رخاء وتقدما معربين عن عميق شكرنا وتقديرنا لمعالي الأمين العام للمجلس ومساعديه وموظف الأمانة العامة لما بذلوه من جهود ملموسة في الإعداد لهذه الدورة وتنظيمها والإسهام في نجاحها بهذه الصورة المشرفة سائلين الله العلي القدير أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيه خير ورفاهية شعوبنا وأمن واستغرار دولنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته